بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إذا كنت تعاني من أن أحد أولادك من الذين يتكلمون بكلام قبيح أو إنهم من الذين تعودوا على شتم الآخرين أو يتكلمون كلمات نابية وكذلك يكونون من الذين يعرفون بصلاة اللسان بحدة اللسان ماذا تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل شكى إليه ذرب اللسان ما معنى ذرب اللسان؟ أي حدة اللسان وصلاطته فقال له النبي صلى الله عليه وآله أين أنت من الاستغفار؟ إني لا أستغفر الله كل يوم أتمر جرب ولا تشك قال هذا الرجل ما مرت إلا فترة قصيرة وإذا بلساني يكون طيبا مع الناس ولم أعد بعد ذلك معروفا بحدة اللسان وسلاطته جرب ولا تشك صباحات أولائية أمين محمد إذاة الروضة الحسينية المقدسة ترجمة نانسي قنقر